طيب الفريق عنده مباراة مهمة جدا يوم الجمعة مش مهمة على المستوى الفني انت خلاص قطعت اكتر من 70-80 في المام من المشوار ولكن مهمة للجهاز الفني في الدفع بعناصر اخرى اكيد عشان ماتش امبي بعديه باربع تيام في نصف نهائي كأس مصر باذن الله كل التفاصيل انا اعرفها بالتأكيد من خلال زمنة فاروق صلاح اللي موجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيرة وتحديدا في ملعب مختار التتش بالجزيرة فاروق مساء الفل اخبارك اخبار الفريق انت حضرت ماتش مبارح كان لقاءات مع الجهاز الفني التقيت باللاعبين بالكابتن سامي امصان عايز اعرف انطبعاتهم على النتيجة على الاداء وكيف يفكر مرس الكولر في لقاء العودة الجمعة المقبل بإذن الله برحب بك الزميل العزيز محمد سعيد وبرحب بكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان زي ما انت قلت يا محمد بالفعل يعني بالامس كنا متواجدين يعني مع بعض في مباراة الاهلي وسان جورجي الاثيوبي خطوة مهمة جدا في بداية مشوارك والنادي الاهلي بيستهل مشواره طبعا بالتجاوز يعني في المباراة الاولى فريق سان جورجي وزي ما انت قلت محمد انت بتقطع يعني 70 او 80% خلاص من وصولك لدور المجموعات اللي اعتقد خلاص بيبقى ليه تحضير تاني وبيبقى ليه طبعا امور مختلفة طبعا من الجاز الفني بالامس طبعا كان في حالة من الاسعادة بالنسبة المستر كولر على اداء بعض اللعبين استمرار تقلق امام عشوري اليوم بعد يوم ومباراة بعد مباراة بيثبت اقدامه في خط وسط النادي الاهلي كواحد من العناصر المهمة والاضافات القوية جدا ليه النادي الاهلي مستر كولر اشهد طبعا بيه اللعبين وبيه اداءهم وكان من الممكن النتيجة تتضاعف لأكثر من هدف لكن عدا يعني الغاب التوفيق على لعاب النادي الاهلي في بعض الكورات ايضا القائم والعارضة لتصدت لأكثر من هدف من الجانب النادي الاهلي كابتن سموم صوم بالامس يعني كنت بتكلم مع محمد اتكلم معي على البداية البداية مهمة جدا والتركيز اللي عند اللعبين وتكلم ايضا على مدى انسجام اللعبين الجداد في النادي الاهلي اللي شفناهم في الفترة الأخيرة سواء رودا سليمي اللي شارك في مباراة المصري ومن قبل في مباراة اتحاد العاصمة وهي يعني خلاص يعني الهدف اللي احرازه في مرمى المصري قربوا اكثر من جماهير اللي النادي الاهلي ايضا امام عشور واحد اصبح من العناصر الاسية ايضا يعني كان لها اللقاء مع حسين الشحات وبنتكلم طبعا مع حسين الشحات على المباراة والفوز واحد من نجوم المباراة لاحرز هدفين وان ازاي هتتعامل ازاي انتوا كلعبين مع البطولات هذا الموسم خاصة ان انت الموسم الماضي فايز بخمس بطولات من الممكن تشكل ليك عامل ضغط بالنسبة لهذا الموسم او تكون تديلك دفعة معنوية طبعا ليه الامام الجماهير النادي الاهلي تستنادي بتنافس على 8 بطولات وتعارف امحمد بالنسبة الجمهور النادي الاهلي لو بتلعب 8 بطولات جمهور النادي الاهلي عايز منك 10 بطولات مش عايز منك 7 بطولات او 6 بطولات فاعتقد دي كانت من الامور المهمة جدا اللي لمسانا من اللعبين التركيز عند اللعبين طبعا محمد النهاردة خلينا أقولك بقى الاستعداد طبعا ليه المباراة القادمة مباراة السان جورج待って مباراة القياب طبعا اللي هتبقى هي يعني في توزيع المباراة هي مباراة النادي الاهلي خلينا أقولك ان الهاردة طبعا احنا موجدين في ملعب مختار تيتش مستر كولر بنهاردة هيقد محاضرة مع اللعبين طبعا يعني استعدادا ليه خلاص ننسى المباراة اللي فاتت ونركز فيه المباراة القادمة مستر كولر يا محمد وأنا يعني أنت عارف دائما أنت بتركز على تفاصيل مهمة جدا بمحب أن نحن نركز فيها أن مستر كولر مش عايز يفتح أي حديث عن مباراة أملي في كاس مصر أو مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري مستر كولر بياخد كل مباراة بمرحلتها النهاردة طبعا هيكون في محاضرة مستر كولر مع اللعبين ويكون في مباراة ودية النهاردة محمد بالنسبة طبعا للعيبة اللي مشاركتش فيه المباراة بالأمس إلى جانب طبعا مجموعة من لعيبة قطاع النشئين في النادي الأهلي وده نقطة مهمة جدا محمد بنوفع عن ده أن مستر كولر طبعا بيحاول يدي جرعة تدريبية موحدة سواء للعيبة اللي شاركت بالأمس تاخد نفس الاحساس أو درجة الحمل التدريبي للمباراة وبالنسبة للعيبة اللي مشاركتش أنها تكون موجودة في مباراة يضغى عليها طبعا الطبع الرسمي وحمل التدريبي الخاص بالمباراة إلى جانب طبعا متابعته اللعيب قطاع النشئين في النادي الأهلي خاصة فريق الالفين وتلاتة والالفين وخمسة وفريق الالفين وستة اللي بيشوف أقرب العناصر اللي ممكن يستعين بيها في الفترة القادمة بإذن الله طبعا ده اللي هيتم النهاردة محمد مباراة تكون في تمام الساعة السادسة والنصف مباراة الودية اللي هتكون زي ما قلت لك ما بين اللعيبة اللي مشاركتش بالأمس إلى جانب طبعا اللعيبين المنضمين أو اللعيبة اللي من قطاع النشئين في النادي الأهلي طبعا اللعيبة اللي شاركت في اللقاء الأمس يا محمد يعني بيبقى فيه استشفى خفيف طبعا للعيبين والتمرين خفيف جدا لها اللعيبة اللي شاركت بالأمس مستر كولورن زي ما أنت عارف محمد الموازنة والنت تعمل بلانس ما بينها هذه الأمور مهمة جدا بالنسباله طبعا بالتخطيط مع تيتسين اندويا مخطط أحمال للنادي الأهلي محمد لو أنت تابع معايا طبعا من الكادر من ورانا طبعا بنشوف دلوقتي كريم نيد فيدوي عمر السلية في مرحلة زي ما وضحت لك بالأمس يا محمد وتكلمت في هذا الأمر وانت طبعا واحد من المزعين طبعا وزميلنا الكبار اللي طبعا بيتطبع هذه التفاصيل ان كريم نيد فيدوي عمر السلية خلاص في مرحلة الجارية حوالين الملعب ده الكلام اللي أكدتوا معاك بالأمس انهم هيبدأوا من النهار ده مرحلة الجارية حول الملعب كمرحلة أخيرة من مراحل التأهيل الخاصة بالتنين للمرحلة القادمة طبعا إلى جانب أن احنا تطمننا على بيرستاو طبعا إلى جانب أن احنا طبعا بيشوفناها بالأمس إلى جانب محمود متولي اللي أعتقد أخذ أجزاء طبعا من المران الجماعة في الفترة القادمة حمد طبعا أنا موجود معاك لو في يعني أي تفاصيل أو كواليس أنا معك بحب والله يا فاروب مش عارف أقولك إنت قلت كل التفاصيل وكل المعلومات بصراحة يعني أنت بتقدم خدمة خمس نجوم لكل المعلومات الخاصة بالفريق ولكن أنا طمع شوية يعني طمع حبتين بما أن فيه تراي ماتش كده وفيه تصعيد لعدد من لعبي قطاع الناشئين يعني أستغل وجودك معايا وإنت بتبقى متميز جدا في الجزئية دي وعندك تفاصيل عن اللاعبين اللي صاعدين من قطاع الناشئين عبرز اللاعب اللي ممكن نشوفها النهاردة في التراي ماتش اللي بيعتمد عليها كولر سواء في الفريق الأول أو الفريق اللي أنت هتواجهه النهاردة من قطاع الناشئين عشان تقدر تشوف مين يبقى جاهز خلال الفترة اللي جاية يعني خليني يا محمد في البداية أكد على نقطة مهمة جدا أنت أثرتها فيه مستهل كلامك وبدأت كلامك أن فكري مستر كولر للمباراة اللي جاية إيه مستر كولر بيفكر في المباراة اللي جاية إزاي أو تحضيره للمؤالذين المباراة يكون إزاي خلينا أقولك أنه عنده اتجاه كبير جدا داخل مستر مارسل كولر ليه الدفع ببعض اللعبين طبعا اللي ما كانوش بيشاركوا بصفة مستمرة في الفترة القدم من الممكن تلاقي يعني من البداية ممكن تشوف أكرم توفيق وتشوف كريم كريم فؤاد تشوف كريم اللي دي بيس في مركز الزهير الأيسر وتد في فترة راحة ليه أعلي معلول إلى جانب الدفع ببعض اللعبين في المباراة القادمة نتيجة المباراة الأولى مسهلة الدنيا بالنسبة لمستر كولر عايز يجاهز بعض اللعبين للفترة القادمة خاصة أنه يبقى عندك تلاح المباراة رهيب جدا مع بداية المشوار الأفريقي في الدوري السوبر الأفريقي تعارف النادي الأهلي بعد مباراة سان جورج الأثيوبي هيقود لقاء أمبي ثم الصفر إلى برج العرب لمواجهة نادي الأسماعيلي ثم يبقى عندك فترة توقف دولي ثم طبعا انطلاق الدوري السوبر الأفريقي دي من الأمور اللي مستر كولر بيفكر فيها الدفع بعض اللعبين في المباراة القادمة ومباراة سان جورج الأثيوبي طبعا انت عارف النادي الأهلي في هذه المباراة طبعا هيستعيد خدمات اللعب رضا أسليم اللي خلاص بي ينتهي يقافوا بالأمس ويبدأ موجود مع النادي الأهلي في المباراة القادمة بإذن الله بالنسبة لقطاع الناشئين في بعض اللعيبة طبعا والعناصر اللي مستر كولر بيركز عليها وبيشوف فيه لعيبة مميزة جدا طبعا في فريق 2003 في النادي الأهلي يتشوف طبعا الحارس طاري حسن واللعب أدم سيحة الاثنين في مركز حراسة المرمة طبعا إلى جانب مصطفى مخلوف اللي موجود طبعا من فريق 2003 مع وجود طبعا حمز علاء اللي يعني يتمنى له العودة سريعا بالسلامة مع وجود مصطفى شبر طبعا في وجود الكابتن محمد اللاشيناوي بعض اللعيبة اللي بيجربها في مركز بيشوفها في قطاع ناشئين سواء محمد واقل اللعب في مركز زهير الأيمن لعب شرقية في مركز قلب الدفاع ميدو نبير وميدو أسامة في خط الوسط الهجومي للنادي بتشوف مجموعة في لعب الفريق 2005 اللعب معتز خلاص اللي تدر طول خلاص يعني بشبه بصورة رسمية موجود مع اللعبين لي المشاركة في خط الدفاع للنادي واحد من الإضافات اللي أضافة مستر كولر طبعا إلى وجود بعض اللعبين أحمد وحيد اللعب طريق فوزي مصطفى أبو الخير مجموعة من اللعب عبد الرحمن رشدان في مجموعة مميزة طبعا مستر كولر بتابعها في فرق القطاع النشئين في النادي الآلي وخليني برضو يا محمد أن أنا أستغل هذا اللي أنا وجودي معك أتمنى خالص السلامة لواحد من المواهب في قطاع النشئين في النادي الآلي اللعب عمر سيد معاوض اللي كان أصيب يعني الأسبوع الماضي وإحنا كنا موجودين في المباراة وشايفينه أصيب بقاطع فيه الروباط الصليبي كان بالمواز بواحد من اللعب اللي مستر كولر كان بيفكر أنها تكون موجودة معاق لهذه المرحلة اللي إحنا موجودين فيها فنتمنى له السلامة وخالص السلامة لعمر سيد معاوض السلامة لكل لعب للنادي الآلي عندنا مجموعة جيرة جدا في قطاع النشئين محمد بإذن الله يكونوا امتداد إن شاء الله لفرق للنادي الآلي وده دايما عهدنا أن قطاع النشئين بيبقى هو المصدر الأول لإمداد فريق للنادي الآلي سواء لعيبة سواء أطيل دكاترة محمد إداريين إن تعرف الأمور دي كلها النادي الآلي بتفوق في هذه الأمور فاروق صلاح موفد قناة الأهل أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإضاحات من ملعب مختار التتش بي جزيرة بصراحة فاروق ما سابش حاجة يعني إلا معلنا كل التفاصيل حتى الجزيلي كنت عايق طمع شوية وعايز أعرف مين اللعيبة يعني أقلنا كل الأسماء بكل المراكز ونتمنى التوفيير رب للأهلي في لقاء العودة والمشوار طويل جدا اللي لسه بنبدأه من شهر تسعة ولسه مكملين لحتى نهاية عشرين أربعة وعشرين في موسم عايب أشاق وتويل جدا جدا جدا